أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن أجمالية اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد بلغت أكثر من 455 مليون جنيه وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية خلال اجتماع لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية أكد شوشة أن مخصصات الخطة سيتم توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة اشتركوا في القناة